بس هو الشكل العام شكل العام أحسن يعني مع كولر الشكل العام لاستغلال اللاعبين استثمار الطاقات اللي عندك أفضل مما كان عليه أيام موسيماني زي ما قلت كابتن أيام موسيماني كان هم 15 لعيب مركز عليهم وبعين برضه في مشكلة انت عندك نجوم النجوم دي هتفضل قاعدة لازم تخليه في يوم الأيام يشارك أنا بس معه التدوير بحذر يعني في حالة واحد إصابة مثلا لكن طول ما الفرقة ماشية باللعيبة دي انت بتعتمد عليهم بتغير مثلا والتدوير ممكن يجي خلال المباراة نفسها يعني مش لازم يبقى من أول المباراة تدرس شوط آه يعني في التغيراتك ممكن بس هو الفكرة يا سيد ايمن بيقولها انت قصدك يا سيد جمال ان انا ابتدي بالفريق بتاعي اللي هو الأساسي واعمل عملية يعني ما تجيش لقناني تقولي ان انا بريد برسي تاوى عشان بعمل تدوير انت ما عندكش يعني هو بقى اللي هو الرجل لكن ما اقولش ان انا بعمل تدوير و كمان و راح انزل واحد عشان انا بحصل و كمان لا مجال الاعتراض من اللعيبة ليه؟ يعني مثلا مجد افشا مش جيه فترة قريب ابدأ امتعاض و كده يعني ولو على خفيف انه هو ما بيلعبش طيب بينزل من اول ماتش و بمعملش حالك نزل في ماتش خلاصه مولين اه ماتش مولين يعني اقصد ايه؟ العبرة او الميزة بما تقدم لفريقك خلال الفترة اللي انت بتشترك فيها ممكن تلعب طول الماتش ايوه ممكن تلعب طول الماتش كان بيقلب الماتش صح لا ممكن تلعب طول الماتش و مايبقاش ليك دور فعال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هتلاقي تلاتة وتلاتة عشان كده الرجل جاي قال يا جماعة